اشتركوا في القناة سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الهاني سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير الوصول مع المركز الثالث ارى التقدم من حدث لهجن الشحانية سالم بن فاران المر الذهبي من يرافق الشعار والانطلاق بعملية التضمير انتقل مباشرة الى المركز الرابع وارى الوصول من شمعة تعود الملكية لسبو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب عبيد بن محمد بن طبيع الكتبي من يتولى عملية التضمير انتقل مباشرة مع المركز الخامس وارى الوصول في هذه اللحظات من وديان لخجن العاصفة حمد بن راشد بن غدية الكتبي الواثق من يتابع الانطلاق يتولى عملية التضمير انتقل مباشرة الى المركز السادس وارى الواصل السحابة وصلت سحابة لخجن الرئاسة بقيادة الضافر علي بن ميل الوهيبي يتولى عملية التضمير المركز السابع ارى الانتقال والتقدم هنا من تتقدم علم لخجن العاصفة حمد بن راشد بن غدية الكتبي الواثق يتابع الانطلاق انتقل مباشرة مع المركز الثامن في هذه اللحظات من تصل المشاهدين الكرام وتتقدم بيان لخجن العاصفة حمد بن راشد بن غدية الكتبي يتولى عملية التضمير تاسعي المراكز الوصول والقدوم من غي لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري من يتابع هذا الانطلاق انتقل مباشرة مع المركز العاشر وارى ختام ندائنا الاول ارى اللي هي النصيبة ليسموشيح حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عملية التضمير عبدالله بن علي بونواس الكتبي هكذا النداء الاول للعشر المراكز المتقدمة ادعنا كاملا مكمل مع هذا الشوط الشوط الاول للمهجنات اللقاء الاصائل نعود حيث البداية نعود حيث التجمع من النخبة من اللقاء المهجنات الاصائل لاصحاب السمو الشيوخ مقدمة الشوط والمركز الاول من تسيطر مع البداية هنا حدث حدث يا ما شاء الله تبارك الله هي من تسيطر مع مقدمة الشوط بشعار هيقشيحانية سالم بمفران الذهب يتابع الانطلاق اللي حدث ولكن من ترافق حدث بشعار هجن العاصفة هنا تتسلل مباشرة جدمنا يا ابو حياب انشوف الابداع انشوف الرقص على الصدارة حدث يا سلام حدث على الصدارة ولكن من تتسلل في هذه اللحظات يا سلام بيان بيان وبانته الأمور لبيان مع مقدمة الشعوط لهجن العاصفة الواثق حمد براشد بن اغدير الاكتبي من يتابع هذا الانطلاق يرافق هذا الشعار في هذا الانطلاق هو المسار مع مقدمة الشعوط ومع المركز الأول المركز الثالث نوف نوف تعود الملكية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الهاني سالم بن عامر بن راشد المدهوشي هجن الغرافة من تعلن الحضور الممتاز في هذا الصباح وصلت سحابة لهجن الرئاسة الظافر علي بن يميل الوهيبي يتابع الانطلاق التقدم الممتاز في هذه اللحظات من علم لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن اغدير الاكتبي يا سلام الكيلو والمئتين متر عن خط النهاية مضمرين يترى هنا الانتصار لمن بهذا الشعوط شهدنا الشعوط الأول مع هجن العاصفة من أعلنت حضورها الممتاز في هذا الصباح من تصل في هذه اللحظات وصلت غي انطلغت غي لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فران المر من يتابع انطلاقي ولكن نعود مع البداية نعود على الصدارة هناك المقدمة المقدمة ما حدث حدث مع مقدمة الشعوط حدث يا سلام هي من تعلم حضورها لهاجن الشحانية سالم بن فران المر الذهب يتابع انطلاقي حدث مع مقدمة الشعوط مع المركز الأول مسيطرة سيطرة كاملة سيطرة تامة مع مقدمة الشهوط يا سلام الذهب يتابع الانطلاق لحدث ما شاء الله وتبارك الله على هذا الأداء الممتاز الذي تقدم حدث يا سلام سحابة تقدم بشعارهجي الرئاسة الظافر علي بن ميل الوهيب من يتابع الانطلاق ولكن غادرت حدث انطلقت حدث لناموس هذا الشهوط للفوز للانتصار يا سلام بشعارهجي الشحانية بقيادة الذهبي سالم بفران المري أسعد الله صباحك يا الذهبي يا سلام هذا الأداء المطلوب ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الممتاز على هذا العروض المميز الذي تقدمها حدث حدث يا سلام حدث أدثت بناموس هذا الشهوط غادرت بالانتصار تهانينا لإجراء الشحانية تهانينا للذهبي سالم بفران المري أسعد الله صباحك يا أبو جابر على هذا الفوز والإبداع والانتصار سحابي لهجن الرئاسة مع المركز الثاني بقيادة الضافر علي بن مجل الوهيبي المركز الثالث بيان لهجن العاصفة بقيادة الواذق حمد بن راشد بن غدين الكتب المركز الرابع كان من نصيب وديان لهجن العاصفة خامس المراكز من أتت غي لهجن الشحانية هكذا النتيجة مشاهدين الكرام ولكن حدث من نالت شرف نموس هذا الشوط وهدت هجن الشحانية وهدت الذهبي سالم بن فاران المرس عدل صباحك يذهبي على هذا الفوز والانتصار ومن قدم لنا حدث وفي انتظار التوقيت الزمني لحدث أثناء وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار وتسجل التوقيت الأفضل الممتاز في هذا الصباح سبع دقائق مشاهدين الكرام منذ التعشر ثانية جزئين من الثانية تسجل التوقيت الأفضل ما حدث بالفعل تهانين الهجن الشحاني والتهنية للذهب سالم بن فاران المرس المركز الثاني من وصلت مشاهدين الكرام في ذهن المراكز شعاء سحابه لهجن الرئاسة تهانين والنموس الذي يضافر علي بن ميل الوهيبي قاطعت المسافة في زمنه قدره سبع دقائق مشاهدين الكرام من تعشر ثاني جزئين من الثانية تهانين هو النموس المركز الثالث كان من نصيبه مشاهدين الكرام بيان لهجن العاصف التهني الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي قطعت المسافة في زمنه قدره بيان سبع دقائق ساعة عشر ثانية خمسا من الأجزاء تهانين والنموس للجميع بسم الله الرحمن